نشوف الرقية الآخر صحف الأجنبية قالت إيه سريعا نروح لصحفية إكسبرس الإنجليزية بتقول صراع محمد صلاح والصان على لقب الهداف انتهى بمناصفة الجائزة بين الثنائي وأوضحت أن النجمة الكوري الجنوبي حقق حلمة فولتو بالفوز بالجائزة صحيفة اندبندنت برضو بتقول صراع الحزاء الذهبي في الدوري الإنجليزي 2022 محمد صلاح والصان يتشاركان الجائزة كامل كريم شبكة ESPN العالمية بتقول ان محمد صلاح وهيونج مين سون يتشاركان جائزة الحزاء الذهبي وذلك بعد موسم أكتر من رائع من الثنائي بتسجيلهما 23 هدف على مدار المسابقة صحيفة دي ساني الإنجليزية عنوانت المقالة اللي نزل فيها الرئيسي بان محمد صلاح وصان يتشاركان الحزاء الذهبي بعد تسجيلهما 3 أهداف في اليوم الأخير المثير من الدوري الإنجليزي آخر حاجة دايلي ميل برضو دي صحيفة عريقة هناك طبعا لحظة عاطفية بتحقيق حلم التفولة صان لا يصدق فوزه بجائزة الحزاء الذهبي بعد أن تشاركها مع محمد صلاح وكان فيه تقرير طبعا على الصراع على هذه الجائزة وبفكرة تانا كانوا جايبين يعني رحلة محمد صلاح وأيضا صان أنه هو بالنسبة له وخلي بالك برضو ده قصة نجاح أخرى يعني ده كان حلم كبير ومر برضو بظروف كتيرة جدا ما هوش حد برضو جاي من بيئة ووضع يعني مرتاح قوي خلينا نروح للتويتر ممكن نروح تويتر يا كريم سريعا برضو طبعا هنا بقى حتلاقي إيه العرب والمصريين قد إيه برضو كانوا فرحانين محمد هنيدي طبعا نجم محمد هنيدي حطت صورة محمد صلاح بيقول مبروك لفخر العرب لو عندنا التويتات يا جماعة يعقوب استعدي طبعا يعني الألامي الكبير مو صلاح أثبت أنه لا شيء مستحيل ولا بعيد ده اللي احنا لسه كنا بنقوله جاء فحمل فيه كفاية عيد صلاح الأفضل في إنجلترا والهداف لكنه لدينا لحن وغناء وهتاف كابتن دياء السيد بيقول أنفلد كله بيحتفل بالعظيم محمد صلاح تستاهل يا ابني انت استثنائي وهو فعلا شخص استثنائي بكل ما تحمله كلمة من معنى كابتن هني رمزي بيقول كرة القدم الحقيقية الإطارة والمتعة تساوي الدوري الإنجليزي مبروك للأسطورة الهداف وأفضل صانع أهداف نجمنا المصري مو صلاح بصوا انت ممكن تعرضوا بقية التويتات وإحنا بنتكلم كده بس يعني ده جزء من طبعا الناس أو زي ما تقال بابليك فيجرز اللي كتبوا عن صلاح وده تاني ده جزء غير بقى التويتات من مختلف أنحاء الوطن العربي غير التويتات من مختلف أنحاء العالم حاجة كانت مبرح يعني زي ما تقول احتفالية فمبروك يا صلاح ومزيد من التقلق فكي الواحد بيبقى فرحان بأي مصري أنه هو بينجح في الخارج شكرا